أفد وزير المجاهدين الطيب زيتوني بأن مصالح وزارة تشؤون الخارجية وصفرة الجزائر بباريس قد باشرت الإجراءات لاسترجاع جماجم ورفات شهداء المقاومة الشعبية المحفوظة في مخزن مدحف الإنسان بالعاصمة باريسة تصرح وزير المجاهدين جاء كرد كتابي عن سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جمهة العدالة والتنمية الذي طرحه على الوزير بتاريخ 30 من جوان والمتضمن احتفاظ المتحف الوطني الطبيعي بباريس بجماجم عشرات ثوار الجزائريين الشهداء أمثال محمد لمجد بن عبد المالك المعروف باسم بوبغلى والشيخ بوزيان قائد مقاومة الزعاطشة وكذل قالب الكامل لرأس محمد بن عنال بن مبارك الذرع الأيمن للأمير عبد القادر